شيخنا يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟ نعم ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا وهذه من خصائصه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عشر خص بها خص نبينا بعشرة خصان لم يحتلم قط احتلام يرى في المنامن يأتي أهله لم يحتلم قط لأن الاحتلام من الشيطان والشيطان هو معصوم منه ولا له ظلال يمشي وليس له ظل لأنه دائما الغمام يضله والأرض ما يخرج منه تبتلع إذا تبول لو جيت بعدها ما تجد أثر تبلعه الأرض ويبقى مكان يابس والأرض ما يخرج منه تبتلع أيضا الذباب لا ينزل عليه ولا على طعامه يمتنعا يفر منه وذباب أمه ملعونة كلها وكلها في النار العديد وولد مختونا هذه من خصائصه ولا يماشيه أحد إلا طاله لو جبت أطول شخص ويوقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم يسير قزم ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم أطول ما وإذا جلس في مجلس يعلو يسير مرتفع هذه من خصائصه ويرى من خلفه كما يرى من أمام يشوف من وراء هذه من خصائصه يقول أيها الناس سووا صحوفكم فإني أراكم من خلفي كما أرى من أمام ودخل واحد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فركع قبل أن يصل للصف فلما سلم للصف من صلاة دعاه قال ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله خشيت فواتا ركعة قال زادك الله حرصا ولا تعود كيف شافه من وراء